السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من خلال هذا الفيديو القصير سنتناول موضوع مهم للغاية وهو موضوع أساليب تربية الأطفال وكيف تربي طفلك دون ضرب أولا على الأولياء أن ينتبهوا لنقطة مهمة جدا وهي نقطة التربية بالملاحظة حيث تعتبر تربية الطفل بالملاحظة من الطرق المهمة وملاحظة الوالدين للطفل ومتابعة حالتهم النفسية والاجتماعية والدراسية لكن دون التضييق عليهم لأن هذا الضيق سيعود بالسد على الأم والأب أن يجعل الطفل محطة ثقة وأن يشعره بأنه مسؤول على كل تصرفاته منذ الصغر فهذا الأسلوب من التربية يزيد من ثقة الطفل بنفسه وفي الآخرين أما بالنسبة لنقطة كيف تربي طفلك دون ضرب فتابعوا معي هذه الخطوات كيف نتعامل مع الأبناء؟ يعتبر الضرب والسراخ من الأساليب الخاطئة تماما في التربية والتي لا تجدي نفعا بتعديل سلوك الأبناء على العكس تماما يعتبر الحزم في التعامل مع الأبناء من أهم الأمور التي تنحكس على تصرفات الأولاد نحو الأفضل وسأعرض عليكم خلال هذا الفيديو مجموعة من الطرق والنصائح التي يمكن استخدامها في تربية الأطفال وتوجيه عقوبات تخلصك من السلوكات السيئة لدى طفلك وأهم هذه النصائح هي الإبتعاد عن الضرب وعن السراخ تماما أول طريقة هي الوقت المستقطع وهو وقت يجبر فيه الوالد الطفل على الجلوس في مكان لوحده بعيدا عن المكان الذي تجلس فيه الأسرة وذلك إذا تصرف بشكل غير لائق أو بشكل مزعج أو سبب الأذى لشخص ما في البداية سيرفض الطفل ذلك لكن مع الحاحك سيرخض لرغبتك وينفذ العقوبة ويتم إقصاء الطفل لمدة دقيقة واحدة في كل سنة من عمره يعني هذا اسمه الوقت المستقطع بدل أن تعاقبه اعزله فقط الطريقة الثانية وهي صندوق المواسم إذا أظهر الطفل الجلبة والإسعاج أثناء اللعب أو قام بكسر حاجاته وتخريبها أهل الأم أن تتخذ إجراء سريع ولا تهمل الأمر وذلك بتخصيص صندوق تطلق عليه اسم معين ويمكن أن نسميه صندوق المواسم مثلا حيث يتم وضع اللعبة فيه ولا تخرج إلا في وقت محدد من الأسبوع وذلك حتى يصبح قادرا على العناية بأغراضه يعني يشعر بأن تلك الحاجات التي اشتروها له ثمينة هي تخرج مرة في الوقت حتى لا يلمل منها ويكسرها ويتسبب في تخريبها الطريقة الثالثة وهي تعويض الوقت أطلب من صغيرك أن يعوض الوقت الذي قام بإهداره بسبب عناده أو بعض أفعاله وذلك من خلال تحديد المهام له مثل تنظيف مائد الطعام غسل الصحون هذا الأمر سيجعله يحترم الوقت والآخرين بشكل أكبر ويجعله مسؤولا عن تصرفاته التي يقوم بها وأن هذه السلوكات تؤثر على الآخرين أيضا الأسلوب الرابع وهو الاعتذار لا يعيد دوما ألود على الرغم من أهمية أن يتعلم الطفل ثقافة الاعتذار إلا أنه أحيانا قد يستعمل الاعتذار كوسيلة للحصول على ما يريد لذلك علم طفلك إذ أراد أن يطلب من أحدهم شيئا أن يخبره عن مدى حبه له أو عن أكثر الأشياء التي يحبها فيه يعني إذا أخطأ لا تكتفي فقط بالاعتذار يعني هو عندما يطلب شيء لا يعتذر فقط يعني أن يشرح سبب ذلك الاعتذار ولماذا يفضل أن يحصل على ذلك الشيء الأسلوب الخامس وهو لا تستخدم صافرة التحكيم إن حصل أي بين أبنائك مشكلة لا تتقمص دور الحكم ولا تصدر الأحكم ولا تطلب من الصغير أن يتنازل من أجل أخاه الكبير ولا تستسلم لعناد الأخ الكبير أبدا لكن أطلب من كليهما أن يدخلا إلى الغرفة وأن يجد حلا مناسبا للمشكلة وأن لا يخرج إلا وقد انتهى الأمر الأسلوب السادس وهو التجاهل تجاهل الطفل تماما عندما يبدأ بالصراخ أو البكاء ولا تلتفت إليه إلا عندما يتوقف تماما عن تلك التصرفات عندها يمكنك أن تتبادل معه الحوار الهادئ فإما أن يقنعك برأيه أو تقنعه بسبب رفضك يعني لا تناقش أبدا طفل عندما يصرخ ويبكي ويردد الأوامر يعني هذا سيجعل منه طفلا مدللا إذن كانت هذه الأساليد أتمنى أن تكون مفيدة لكم أعاننا الله وإياكم على تربية أبنائنا تربية صالحة دمتم في رعاية الله وحفظه تابعوني لأن هناك دوما الجديد المفيد بإذن الله